تشهد كولومبيا انتخابات تشريعية غير مسبوقة بمشاركة المتمردين السابقين في حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية فارغ انتخابات يراها البعض حاسمة لمستقبل البلد بعد اتفاق السلام الذي وقعه الرئيس سانتوس مع حركة فارغ في نوفمبر 2016 على ان هذه الاخيرة تشغل عشرة مقاعد في البرلمان المقبل الذي يتألف من 280 مقعدا يفترض ان يجرى الاقتراع بدون عنف او معارك حيث قال الرئيس الكولومبي خوان منويل سانتوس في هذا الاطار انه اول يوم انتخابه منذ نصف قرن سنصوت فيه بسلام بدون القوات المسلحة الثورية الكولومبية كمجموعة مسلحة بل كحزب سياسي